علشان الالوان شيء مهم جدا يا شباب وما ينفعش اطلع الفيلم بدون تلوين ازاي لو جالي مشهد زي كده متصور سيلوج او اس لوج ازاي بقدر ان انا الوينه بكل التفاصيل واقدر اطلع مشهد مثالي زي لانتم شايفينه قدامكم دوت بالزبط يلا بينا نشوف عملنا كده ازاي اهلا بيكم يا شباب معكم بيتر شكري والنهاردة انا جاي اتكلم معكم على فكرة تلوين مشهد كامل طبعا كنا اخدنا في درسة قبل كده ازاي ان احنا بنقدر يعني نعلي الاضاءة او نزبط الاضاءة بتاعتنا في المشهد علشان يكون المشهد بتاعنا بشكل مناسب الدرس ده هتلاقوه في الاي اللي هتظهر دلوقتي فوق يا شباب اه لكن النهاردة هنتعلم مع بعض بقى قدامنا مشهد كامل بالمنظر ده متصور بطريقة لو احنا بنتكلم على صورة مثلا فوتو بنقول عليها رو او لو فيديو بنقول اس لوج او سي لوج اللي هو بدون الوان او الالوان بتاعته بتكون خفيفة بالشكل ده طيب مشهد كامل زي كده يعني ازاي نلون كل جزء في المشهد ده اه لوحده ده اللي احنا هنتعلمه النهاردة بسهولة جدا وببساطة وتعالوا نفهم مع بعض الفكرة كلها من الاول كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هسحب المشهد بتاعي ده كده على الـ طبعا هو نزل هنا تراك صوت ولكن فاضي فانا مش محتاجه ممكن ان انا اعمل كده وابتدي احزف او امسح التراك بتاع الصوت لان انا محتاج التلوين بس او محتاج المشهد بتاعي ده بس بعد كده باجي افتح اللومتري كالر انا هنا زابط اه يعني الكلر باسم اه بيتر كالر هنا كده وهنا كده هيفتح لي اللومتري سكوب زي ما احنا تعودنا وزي ما شرحنا في الدرس اللي فات اللي هو بتاع الانارة او الاضاء يا شباب كل اللي انا هعمله ان انا هدوس كده على طيب وهخليها لومة علشان اشوف المشهد بتاعي ده منور كويس ولا لأ طبعا البلاك والشادو هنا مش مزبوطين لانه لازم يكونوا وصلين للزيرو فكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هفتح الكيرف من هنا يا شباب وهبتدي ان انا على الخط الاصلي او الماستر ده هبتدي ان انا اسحبه تحت كده علشان الصورة بتاعتي او الالوان السودة تكون باين عندي بالشكل ده او بالتفاصيل دي طبعا لو جيت هنا قفلت كده دي الالوان السودة بصوا الالوان السودة والغمقة كان شكلها ايه لما زبط الكيرف بصوا بايه شكلها عامل ازاي? طبعا ممكن اجي من في النص كده وبتدي ارفع شوية عشان الصورة تنور كويس ولكن خلي بالكم من السودة اللي ورا ده لانه ممكن يلسع معنا لانه ده منور جامد فخلينا ننزله كده شوية. دي اول خطوة ببتدي ان انا اعملها يا شباب وهي ان انا اعمل البلاك والشادو والهاي لايت مزبوطين طبعا انا عندي هنا مزبوط ممكن بس ننزله سيكة يعني ممكن ننزله سنة بسيطة كده من فوق علشان ما يبقاش الموضوع لاسع طبعا احنا مجرد ما بيوصل للمية بنسيبه ممكن انزل كمان الجزء ده علشان اللي موجود في الصورة ونبتدي ان احنا كمان ننزل الجزء ده. طيب انا كده الانهارة بتاعت الصورة مزبوطة عندي يعني الاضاءة او الانهارة المزبوطة عندي في الصورة لو انا عملت كده بنلاقي ان الصورة كأنها كان عليها تراب كده او اا يعني ما كانتش واضحة قوي ولكن ابتدت تتلون بالشكل ده. اللي اعمله بعد كده يا شباب ان انا عايز بقى اخلي الالوان تبقى ظاهرة هنا بتاع الصورة نفسه يكون ظاهر. فانا لو انا عايز الون كل حاجة لوحدها في الصورة. انا عايز الون الملعب ده خليه اخضر اخضر. وعايز الون الخضرة الورا. وعايز الون اه مسلا الجزء التاني اللي موجود في الملعب هنا. بعمل ده ازاي بقى? كل اللي انا بعمله بمنتهى السهولة والبساطة يا شباب بنزل تحت كده على حاجة اسمها كده. اللي هي الجزء ده. بعد كده باجي روح واخد ده كده وروح عامل على الملعب. تمام? وهنا بعمل ده علشان اخد الملعب كله. لان انا لو دوست على المربع اللي مكتوب عليه ده. هيبتدي يعمل لي كده على الجزء اللي انا اخترته. فانا ممكن اخد كده واخد بقية الملعب معي بالشكل ده. يعني اقدر اخد بلاس واخد بقية الملعب. طبعا في حاجات جاية معي من هنا ممكن ان انا اعمل كده. واشيل الاجزاء دي طبعا كل الاجزاء تشالت. فنقدر ان احنا نعمل تانية على الملعب. تعالوا نعمل كده اهو يا شباب. كده انا اخدت اغلب اه الحاجات دي. طبعا جسم البنت مش عايزينه بالشكل ده. فهنروح شايلينه معانا اهو. نحاول يعني نزبط بكل ايه? بكل ما اه عندنا. طبعا هنبتدي نعمل الملعب بس كويس. الحتة دي لان لونها بس فاتح شوية فمش عايزين اه نجيب البنت معانا. فنخليها بالشكل ده. تمام? لان الجزء ده فاتح زي ما انتم شايفين كده. فهو ده اللي كان عامل المشكلة. لما كنت بعمل سليكت عليه كان بياخد معي الجسم هنا. طيب كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هاخد الدايرة دي بتاعة الهيو. وابتدي ان انا احطها في ناحية الاخدر. بصوا كده الملعب ابتدى يبقى لونه اخدر ازاي? شايفين لما كان هنا كان باهت ازاي? بصوا كده ابتدى يبقى لونه اخدر او مخدر بزيادة شوية. ممكن بعد كده ان انا ازود بتاعه شوية كمان يا شباب عشان يبقى اخدر بزيادة. بصوا كده. يبقى الملعب عندي بياخدر بزيادة اهو. انا كده عملت الملعب اخدر. وطبعا بعد شوية ممكن ناخد الجزء ده كمان في الملعب. طيب خلي بالكوا بقى هنا في حاجة مهمة جدا. لو انا جيت اخدت العلامة دي. وابتديت عمل على جزء تاني هيلغي لي اللي انا عامله على الملعب. طيب في الحالة دي هعمل ايه? يبقى انا دلوقتي لونت الملعب كويس. عايز الون الجزء ده مسلا. فلو زي ما قلت كده لو اخدت ده وبتديت عمل على اللون ده. هيلغي اللون الاخدر اللي انا عامله. لا ما سبناش برضو الحتة دي في ادوبي ما سابوش الحتة دي. هنيجي على اللي موجود من فوق ده كده هنلاقي في حاجة اسمها لو دوست عليها كده بيقول لي يبقى بيضيف لي جديد كأني ملعبتش فيه خالص. لما اجي اعمل كده اضاف لي واحد جديد كأني ملعبتش في القديم خالص. فهنا هبتدي اعمل كده ده. وهبتدي ان انا عمل على اللون النبيتي. وبرضو نفس الكلام هبتدي اعمل آآ على ده. وهبتدي ان انا اخد كل اللون النبيتي معايا بالشكل ده. خلاص يا شباب اهو. خلاص كده. انا اخدت اغلب اللون النبيتي وارح اعمل كده اهو. تمام? اخد معي الجزء اللي وارده كمان. بعد كده هبتدي ازود فيه شوية بالشكل ده. يبقى انا ابتدي تلون اللون النبيتي بتاعي. طبعا نقدر من هنا كده نتحكم في اللون بتاعه. ممكن نغيره زي ما احنا عايزين. يبقى هنرفعه كده الفوق هنخليه نبيتي اكتر. يبقى احنا بصوا كده يا شباب التلوين حصل معنا في ايه دلوقتي? خلاص. طبعا مش عايز اقول لكم ان احنا كمان نقدر نعمل بشكل خرافي جدا وشكل فضيع جدا. ولكن دي ممكن نخليها في درس الوحدة. احنا دلوقتي بنتعلم نلون المشهد كل جزء في المشهد ده الوحده. طيب الجزء اللي مش ظاهر عندي في الملعب ده ممكن نعمل ايه? ممكن نروح عاملين كده كمان جديد. ونبتدي ان احنا نعمل على الجزء ده مسلا. ونشوف كده هو اخد الجزء ده ابتدى ياخد معي الجزء ده كويس اهو. فهبتدي ان انا برضو اعمل ايه? اخليه كده في اللون الاخدر يبقى الحتة حتى للحطة البيزة في الملعب دي. نقدر ان احنا نلونها بالشكل ده. هخليها باللون الاخدر كده. هصلح المنطقة البيزة دي. وهبتدي برضو ازود فيها بس طبعا ايه? لازم تكون مقاربة لللون الملعب نفسه. ما يبقاش مختلف. يبقى احنا كده ابتدينا نزبط كمان في المنطقة البيزة. في هنا حتة كمان اهي ممكن ناخد كمان جديد بالمنزر ده. ونبتدي ان احنا نعمل كده اهو. وناخد الجزء ده. وناخد عليه. تمام? يبقى نشوف كده ايه الجزء اللي احنا عايزينه مسلا. وليكن هذا الجزء. بصوا كده. يعني نخلينا ايه? الحتة دي. نخلينا في دقة كده في الاختيار بتاعنا. ونبتدي ان احنا نعمل ده كمان باللون الاخدر. بصوا كده يا شباب شايفين الفرق بقى اللي حصل. بصوا كده. الملعب كله بقي لونه اخدر. طبعا في جزء صغير هنا ممكن برضو نزبطه بنفس الطريقة. وزي ما بقولوكم بعد كده نقدر نحنا نزبطها. لو عايزين كمان نزبط الشجر اللي ورا. هنعمل نفس الطريقة ونبتدي نزبط في المشهد اللي ورا. طيب لو انا عايز بقى اشوف الصورة قبل وبعد حصل فيها ايه? طبعا اختلاف رهيب جدا. يعني بصوا الملعب كان بقي شكله ايه بعد ما ضفنا الفلاتر دي. طبعا لو جينا هنا هنلاقي متضاف عندنا في اربع مرات لان انا ضفته اربع مرات علشان عدلت في اربع حاجات. فلو جيت شلت الكلام ده. بصوا الصورة في الاول كانت شكلها بالمنظر ده يا شباب شايفين? بعد كده الصورة بتاعتي بقيت شكلها مختلف تماما لما ابتديت الون الاجزاء بتاعتي. فطبعا دي النتيجة النهائية بتاعت الملعب بتاعي بالشكل ده. خلاص يا شباب? بتمنى ان الدرس يكون عجبكم. لو عجبكم الدرس ياريت ندوس لايك على الفيديو ونشار الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. وياريت كمان يا شباب اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زرات جرس علشان يوصلكم كل الفيديوز الجديدة. شكرا لكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي برامير برو سي سي.